هنا يا سوزة مادة أن أنت تسير وفق الطريق المخطط بشكل سليم الطريق المخطط يبقى فيه قرار دولي حقيقي أنه يحسم الأمر بحسبة سياسية صحيحة مش بتقسيم أدوار زي المشكلة في ليبيا أنه على رأي مبارح جوتيريش اللولمين العام للأمم المتحدة قال أنا فقائت بحجم التدخل العدد الدولي المتدخل كل العالم متدخل فأنت طبعا لا تلوم الأطراف المتدخلة تلوم القوى الليبية السياسية التي سمحت بهذا التدخل بهذا الطريق فعلى الأقل أن يكون فيه توافق بين أبناء الشعب الليبي أو القوى المؤثرة فيه أنه عشان نعيش حياة كريمة علينا أن ننقلب على كل أنواع الميليشيوية القبائلية الجهوية بس سلاح الردع العسكري أستاذ أماد غير متوفر بالنسبة للجيش الوطني الليبي بها غير متوفر ولذلك طب إحنا إزاي بنطلب أن يحكم قبضته أنا ما بدأتش بالجيش أنا أقول الشعب الليبي لما الشعب الليبي يتفق ويقول للميليشيات دي كلها نحن ضدكم ونحن نريد دولة حقيقية ومؤسسة حقيقية وتقسيم سروة حقيقي مش ميليشيات ومش أن أنا أتابع لهذا الفريق أو ذات فممكن يبقى وقتها لأن إحنا شفنا لما مجموعة من الشباب اللي بين طلعوا تظهروا لمدة أسبوع أكبروا استراج أن يعيد النظر في حاجات كتيرة جدا طبعا الخوف بعض الناس بيقولوا أن اللي حصل مبارح ده ممكن يكون مسرحية لإلهاء الناس عن اللي حصل وعادة تعويم الوضع بواقع جديد أن أنت تقول للناس آه كانت المشكلة استراج أنا أظن مش المشكلة كانت استراج استراج ده شخص واجهة حطينه لكن الجوهر بتاعه هو الميليشيات اللي موجودة في ليبس طبعا هم ممكن يتخلوا عن أهدفهم بهذه السؤولة لا أتصور هذه نقطة مهمة يعني حضرتك بتروح للجزء اللي هو بيشكك طبعا في هذا الوضع يعني أنا أتمنى أنه يبقى فيه حكومة وحدة وطنية وتوحيد الجيش بس جماعة الإخوان هناك مسكى مفاصل كتيرة جدا وستقاتل حتى آخر لحظة من أجل ما تعتقد أنه مكاسب ليه وتجاربهم في كل المنطقة كده هو بيبقى حاطس واجهة قدامه بس عند لحظة معينة الأخناعة بتوع فعلينا أنه نحن نبقى وعيين جدا أنه ما لم يتم تفكيك الميليشيات ما لم يبقى فيه حكومة منتخبة حقية تعبر عن الناس مش عن الميليشيات ما لم تقتنع تركيا أنه ليبيا دي مش إرس أجداد أردوغان أنه دي دولة عربية هنظل للأسف الشديد ندور في نفس وهنعيد إنتاج المسار إلا